استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الاسخير الجوية هذا اليوم معالي السيد فيكتور زبكوف المبعوث الخاص لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية رئيس مجلس إدارة شركة غاسبروم الروسية وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالمبعوث الروسي مستعرضا معه علاقات الصداقة والتعاون الطيب القائم بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية مؤكدا حفظه الله تطلع البلدين المستمر لفتح أفاق أرحب للتنسيق والتعاون المشترك وتطويره على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين وأعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لجمهورية روسيا الاتحادية على هذه المشاركة الفعالة في معرض البحرين الدولي للطيران والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين وأكد جلالة الملك المفدى يده الله على الدور الهام الذي يمثله معرض البحرين الدولي للطيران في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة في عالم الطيران والملحة الجوية وأعرب المسؤول الروسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته على تطوير العلاقات مع بلاده وأشهد بمعرض البحرين الدولي للطيران وبهذه المشاركة الواسعة من مختلف شركات طيران العالم